الخبر اللي معانا النهاردة بخصوص شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات بمناسبة بدء الإعداد لأعمال الامتحانات العامة للتعليم الفني بنوعياته تجاري وفندقي وزراعي وصناعي للعام الدراسي 2021 و2022 شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات تتضمن كالأتي ألا يكون مرشحاً للعمل في مركز توزيع الأسئلة رقم اتنين يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ما بين الفئات الآتية موجه عام موجه أول موجه بالإضافة إلى مدير إدارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة كبير معلمين ورئيس رقم ثلاثة يقوم جميع المرشحين بتحرير إكرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمدرية وتراجع استمارة الموانع ويتم مراجعة البيانات والأختام بالإدارة والمدرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المدرية بإيفاد مندوب بالموانع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المدرية تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأجدامية المطلقة تبقى للوظيفة الحالية وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشؤون القانونية لا يعتد بإكرار الموانع غير المعتمد بختم شعار الجمهورية من المدرية أو الإدارة نوهت إلى أنه سيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال أجازة نصف العام كما أعلنت وزارة التربية والتعليم سبع تحذيرات للمعلمين وغيرهم بسرعة التنفيذ وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا جديدا لجميع مداريتها ومدارس بأنحاء جمهورية مصر العربية وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الجديدة وتطبيقها منعا للمسألة القانونية وقد تم التعامل مع هذا الخطاب وإرساله لجميع الإدارات التعليمية جاءت التعليمات كالتالي تواجد الإشراف أثناء الفصحة وطول اليوم الدراسي رقم 2 ممنوع تواجد الطلاب في الفصول أثناء الفصحة رقم 3 عدم التصوير داخل المدارس تحت أي ظرف إلا بتصريح من مدير المدارية الشخصية رقم 4 تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي رقم 5 التوعية دائما بخطورة الشائعات رقم 6 تفعيل لجنة الحماية المدرسية رقم 7 جعل كلمة طبور الصباح عن المشروعات القومية في مصر أتمنى أن أكون في التقوم وأتمنى أن نعمل لايك وشير واشتراك للقناة